اجتماع لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان مع الفريق كامل الوزير وزير النقل لاستعراض موقف عدد من المشروعات اللي بتنفذها الوزارة حاليا على مستوى الجمهورية ده كان بحضور اللواء حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رئيس الوزراء أكد على الأهمية الكبيرة اللي بتوليها الدولة لمشروعات الطرق والمحاور جنبا إلى جنب منظومة شبكة القطارات القهربائية اللي بيتم تنفذها حاليا واللي بتمثل نقلة حضرية كبيرة وده أكيد بيساهم في تحقيق التنمية الشاملة طبعا خلال الاجتماع كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالإسرع في بدء إنشاء المحور المقترح في إحدى المناطق بمنشأة الأناطر دي اللي شهدت مؤخرا طبعا حادث سقوط سيارة بها عدد من الركاب في نهر النيل فرع رشيد تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تسهيل حركة تنقل المواطنين وسعيا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر